السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبائك أتمنى تكونوا بخير ولا خير في هذه الحلقة اليوم سنقدم لكم وصفة للزيادة في الوزن بالمكوين للحب الرشاد أو الثفاء قبل أن نتكلم لكم من هذه الوصفة ستمنى من الاشتراك وزروا قناة ووصفات أمين الأول ما ستمنى منهم مشاركوا في القناة بالضغط على زيادة الأحمر وما تنسوا تفعلوا الجرس وستواصلوا كل ما هو جديد ستمنى المكونات ستمنى الحب الرشاد أو الثفاء ستمنى تحتاج جوج حبات من البيض ونصف كأس من الحليب يكون كاملٌ أي نوع من الحليب تطفر لكم يمكنك التسفى هذه المقاذرة التي كنت لك هي بنصفة الشخص واحد ستمنى حب الرشاد نصف محلقة صغيرة ونزوجها الكمية ونصف محلقة الصغيرة قضية تحتاجه نصف كأس من الحليب بالنصف على الطريقات التحتية سوف تخفقه في واحد الإناء سوف تضيف عليه الحليب سوف تضيف عليه نصف علقة صغيرة من حب الرشاد سوف تخلط هذه المكونات مزيان في مقلات سوف تسوضعي شوية من الزبدة أو زيت الزيتون القليل سوف تسوبي الخليط تخلطيه مزيان في نص الوقت و سوف تحركي في الحليب سوف يحتاج شوية دي الوقت هذه الوصفة مزيانة بزيانة وصح هي معروفة منذ القدم وصفة تقليدية رائعة فعالة بزيانة في الوزن لكن الناس لما قدروا يستعملوا هذه الوصفة الناس اللي عندهم أمراض مزمينة حتى الناس اللي عندهم حساسية من هذا المكون ويمكنهم يستعملوا هذه الوصفة نفس الشائف نسبة لمرأة الحامل حتى هي خاصة تجنب هذه الوصفة الطبيعية في فترة الحامل المهم أخواتي دي بغضي نتكلم لكم عن الفوائد المكون حب الرشاد كما العادة كنظم الدورة الشهرية بحيث يحتوي الرشاد على مواد كيميائية تشبه الأستروجين اللي كتساعد لها تنظيم الدورة الشهرية اللي كتكون ماشي منتظمة موضور حب الرشاد كيعالج الإمساك بحيث اللي تناولناه بشكل منتظم كيحسن عملية دي الهضم وكيعالج الإمساك وكيعالج حتى مرض فقر الدم بحيث كحتوي على نسبة مرتفعة من الهديد وكيعالج لنا تساقط الشعر بحيث كحتوي على البروتينات وهذا البوضور دي الحب الرشاد كتكون غنية بالمعادن بحيث البوتاسيون والمانغانيز والحديث اللي تناولتوها فهي غادي تساعدكم بشكل منتظم منتظم الشعر وهذا البوضور هدي كتتقوي المناعة كتحتوي بوضور حب الرشاد على الأحماض الدونية وأحماض اللينوليك اللي كتتقوي الدكرة كتحتوي على الفيطامين آليف وبيتا كارتين اللي هي عناصر مهمة بشكل لتحسين النظار كتعاج إلى السؤال وهذا البوضور هدي كتتساعد لإضرار البول كتعارج البواسير كتعارج أمراض القلب وكتعارجها شاشر الحضام كتوقي من النوب كتحتوي إلى معدل المانغانيز كتنقي الدم كتحميم الالتهابات الجلدية وتحتوي هذا البوضور على نسبة كبيرة من الفيطامينات بحال الفيطامين السي اللي كتعارج أعراض الأنفوانزة فهو بحال شكل مسكل للصوضاع وألم الرأس كيقوي المناعة وعنده خصائص مضادة للبكتيريا مهم أخواتي دي الوصفة دي اليوم هذه الوصفة قدمتها اليوم خصيصا الوحد الأختي اللي كان طلبتني إلى الوصفة دي الحب الرشاد وماذا نقدم لكم وصفات أخرى طرق جديدة أخرى بشيء تستعملوا حب الرشاد للسيادة في الوزن ووصفات أخرى كذلك للإنجاب مهم أخواتي كانت دي الوصفة دي اليوم كتمنى تكون لإعجاب دياركم لاعجباتكم لا تنساوش تشاركو في القناة تيالي وتعموني بلايت بالنسبة لأخوات لم يزر المشاركوش كتمنى منهم الشاركو لا تنساوش تفعلوا جرس واشتواشلوا بكل ما هو جديد وإلى حلقة أخرى وإلى اللقاء